بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا بما نسينا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين الآن إن شاء الله تبارك وتعالى نحن بصدد الحديث عن أحكام الميم الساكنة وبالمقارنة بينها بين أحكام النون الساكنة والتنوين سنجد أن أحكام الميم الساكنة أبسط بكثير وأسهل في التناول من أحكام النون الساكنة والتنوين الآن ابتداء وقبل البداية في أحكام الميم الساكنة كيف يستطيع الطالب أن يفرق بين أحكام الميم الساكنة أو أحكام الميم الساكنة في السؤال يعني عندما يأتي السؤال استخرج حكم إظهار أو إضغام أو ما إلى ذلك كيف أستطيع أن أعرف إذا كان يريد أحكام ميم أم أحكام نون طبعا الأمر بسيط جدا وسهل جدا إذا قال إضغام شفوي أو إخفاء شفوي أو إظهار شفوي كلمة شفوي تدل على أنه يريد أحكام ميم طيب لماذا سميت بالشفوي لأن الميم تخرج من الشفتين الميم تخرج من الشفتين إذن بمجرد قول كلمة شفوي إنس تماما أو إنس تماما موضوع أحكام النون اللي هي الأظهر الحلقي والإضغام بغنة وبغرغنة والإخفاء الحقيقي والإقلاب هو لا يريد أي حكوم من هذه الأحكام هو يريد أحكام الميم الساكنة ابتداء ما هي الميم الساكنة الميم الساكنة هي ميم خالية من الحركة إلى حركة عليها السكون الخاص بها يثبت وصلا ويثبت وقفا ويثبت وقفا كما كلمة أنعمت طبعا أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة إضغام، إقلاب، إظهار، إخفاء أحكام الميم الساكنة ثلاثة فقط وهي الإضغام الشفوي الإخفاء الشفوي الإضغار الشفوي نبدأ بالحكم الأول وهو الإضغام الشفوي تعرف الإضغام الشفوي؟ طبعا الإضغام كإضغام هو إدخال حرف الساكن في حرف متحرك لكن الفرق هنا هناك أدخلنا النون الساكنة في أحرف الإضغام هنا سندخل الميم الساكنة في حرف الإضغام الشفوي وهو حرف واحد فقط وهو حرف الميم يعني هو إدخال الميم الساكنة في الميم المتحركة بحيث تصيران ميما واحدة مشددة ميم وميم يعني لو أنت رأت أنت ترسم خريطة في ذهنك ميم زائد ميم يساوي إضغام شفوي ميم ساكنة زائد ميم في أحكام الميم الساكنة طبعا يشترط الميم الأولى تكون ساكنة زي نون الساكنة إذن عندنا ميم ساكنة بعدها حرف واحد فقط وهو حرف الميم يحكم عليه أو يحكم على الحكم هنا بأنه إضغام شفوي الآن نسبة لإضغام شفوي ممكن أن يسمى أيضا إضغام مثلين صغير لماذا سميه إضغام مثلين صغير؟ مثلين لأنه الميم والميم متماثلتين يعني زي بعض كده بالبلدي الميم الساكنة تشبه الميم المتحركة ميم وميم ولذلك سميت مثلين سميت مثلين صغير لأن الأول ساكن والثاني متحرك إذن الإضغام الشفوي لا يكون إلا في حرف واحد وهو حرف الميم فإذا وقعت الميم المتحركة قبلها كان فيه ميم ساكنة طبعا ميم ساكنة بعدها ميم متحركة التنتين أو الميم الأولى والميم الثاني يضغمان إضغاما كاملا تصيران حرفا واحدا مشددا مع مرعاة الغنى من مثال على ذلك إن كنتم مؤمنين الآن كنتم نونتا إخفاء حقيقة خدنا في التسجيل السابق لكن كنتم مؤمنين كنتم ميم ساكنة مؤمنين أول حرف ميم متحركة الميم الساكنة تضغم في الميم المتحركة لا يفصل بينهما ونقول كنتم مؤمنين بغنى بمقدار حركتين ولهم ما وهي ولهم وبعدين عند الكلمة الأخرى ما تضغمان تصبح حرف واحد مشدد ولهم ما أيضا أمن أسس أمن هي أم من كلمتان أم والكلمة الثانية من الآن عندما تنطق بالإضغام تصبح أمن أمن وهكذا إذن الإضغام بسيط جدا وسهل ولا إشكال فيه لا يوجد إلا في حرف واحد إذا جاءت ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة تضغمان بحيث تصبحان حرفا واحدا مشددا الإخفاء الشفوي لا يقل سهولة عن الإضغام أيضا لا يقع إلا في حرف واحد إذا ما رأينا الميم الساكنة ننظر إلى الحرف الذي بعدها إذا جاءت ميم نقول إضغام شفوي طيب إذا جاء باء الباء يكون هنا الحكم إخفاء شفوي وبالمناسبة الإخفاء الشفوي في اللفظ يشبه إلى حد كبير الإقلاب يشبه إلى حد كبير الإقلاب لماذا يشبه الإقلاب؟ لأن في الإقلاب نقلب النون إلى ميم والإقلاب له حرف واحد وهو الباء فكأن الإقلاب عند النطف النطق يصبح تماما في اللفظ كما الإخفاء الشفوي الإخفاء الشفوي ميم جاهز ساكنة وبعدها حرف الباء فيصبحاني الآن ننطق بالميم الساكنة ثم بعدها حرف الباء تخفى الميم مع بقاء الغنة طبعا بالنسبة للإضغام بالنسبة للإضغام أو للإخفاء الشفوي لا يقعان إلا في كلمتين وليس في كلمة واحدة أمثل على الإخفاء الشفوي يعتصم بالله يعتصم بالله وهم بالآخرة وهم بالآخرة آخر حكم وأيضا سهل جدا ولا إشكال فيه أيضا الإضغار الشفوي طبعا بقية الحروف هي إضغار الشفوي يعني عندما نرى ميم ساكنة ميم ساكنة وبعدها حرف الميم إضغام شفوي ميم ساكنة وبعدها حرف الباء إخفاء شفوي ميم ساكنة وبعدها دال تاء طاء سين شين ضاء راء قاف كاف أي حرف من الأحرف وهم يعني عدد الحروف الأبجدية عددنا 28 يعني 26 حرف يكون الحكم فيها إظهارا شفويا علما بأن الإظهار الشفوي يكون في كلمة أو في كلمتين فمثلا عندما نقول أم ثالكم أم أم الميم هنا ساكنة وحرف الث ليس ميم وليس باء إذن ليس إضغام شفوي وليس إخفاء شفويا إذن ما الحكم إظهار شفوي أمثالكم كلمة واحدة إذن هنا وقع في كلمة واحدة لكن ممكن أن يقع في كلمتين كقوله تعالى أم كنتم أم كنتم أم حسبتم أم زاغت وهم صاغرون وهم ظالمون مسهم طائف وهكذا إذن الإضغار الشفوي يكون في كل الحروف الأبجدية ما عدا حرف الميم وحرف الباء ما عدا حرف الميم وحرف الباء بهذا نكون قد انتهينا من أحكام الميم الساكنة بسيطة وسهلة ولا إشكالة فيها ننتقل الآن إلى أحكام النون الساكنة أحكام النون والميم المشددتين الآن النون المشددة والميم المشددة في المصحف معروف أن الحرف المشدد بالمجمل الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين يعني لو رأينا باء مشدد هي عبارة عن باء ساكنة ثم باء متحركة الجيم المشدد هي جيم ساكنة ثم جيم متحركة التقاء الحرفين المتماثلين الأول يكون ساكن والثاني يكون متحرك يصبح حرف واحد مشدد إذن عندما نأتي هنا لماذا خص هنا أحكام النون والميم المشددتين لأن النون والميم المشددتين فيهما غنة فيهما غنة طبعا ما حكم النون والميم المشددتين في المصحف إثبات الغنة فيهما بمقدار حركتين وصلا ووقفا عندما نقول إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يصح أن نقول إن الله ولكن نقول إثبات الغنة إن الله أو عما يتساءلون عما ولا يصح أن نقول عما يتساءلون وإنما إثبات الغنة بمقدار حركتين وصلا ووقفا حتى عندما نقف على كلمة عما أو إن نقول إن إن تمام إذن الآن ننتقل ما هي الغنة يعني صاحبتنا كلمة الغنة في أحكام الميم وفي أحكام الميم الساكنة وفي أحكام النون الساكنة ما هي الغنة الغنة هي الترنم الترنم في اللغة طيب في الاصطلاح هي صوت رخيم لذيذ أغن مركب يخرج في جسمي الميم والنون المشددتين طبعا مخرج الغنة من الخيشوم ليس من اللسان لعمل اللسان فيها وليس من الشفتين وليس من الحلق وإنما تخرج من الخيشوم ومقدارها حركتين إذن الغنة هي صوت غن جميل يخرج أو مركب في جسمي النون كلمة في جسمي النون يعني في أصل النون والميم يعني حرف النون والميم بالطبيعة عندما يخرج يكون فيه غنة بغض النظر سواء كان مشددا أو مفتوحا أو ساكنا أو مظهرا أو مضغما يكون فيه بطبيعة يكون فيه غنة مع اختلاف درجات الغنة يعني ممكن الغنة تكون واضحة جدا بحيث أنها تكون أعلى مراتب الغنة وممكن أن تكون خفيفة لكن لا يمكن أن ينفصل النون والميم عن أصل الغنة أصل الغنة موجود في الحرفين الآن ما هي مراتب الغنة؟ مراتب الغنة أقواها وأعلاها في المشدد عندما نقول إن أو عم هذه أعلى مراتب الغنة إذن الميم والنون المشددتين ثانيا تكون الغنة واضحة وظاهرة في المضغم سواء إضغام شفوي أو إضغام بغنة ثالثا في الإخفاء في الإخفاء رابعا في الإظهار أي في النون الساكنة ويريد أن يقول في النون الساكنة إذا جاء بعد حرف إظهار أو الميم الساكنة في الإظهار الشفوي يعني أما في الإظهار الحلقي أو في الإظهار الشفوي وأخيرا المظهر المتحرك يعني حرف النون أو الميم إذا كانوا متحركتين إذا كانوا متحركتين كقوله الذين آمنوا كلمة آمنوا عليها حركتها فتحة والنون عليها ضمة فهنا فيها في أصل الحرف في غنة لكن الغنة تكون أدنى مراتب الغنة تكون بسيطة جدا إذا لماذا أينما كانت النون والميم نقول أن هناك غنة سنقول أن الغنة لازم للنون والميم ولكنها تتفاوت في الدرجات نرجع لنقول الغنة في المشدد أعلى درجات ثم في المضغم ثم في المخفي ثم في المظهر ثم في المظهر المتحرك المظهر الساكن في الأول ثم المظهر المتحرك آخر موضوع اليوم سنتناول إن شاء الله القلقلة القلقلة هي الاضطراب التحريك نقول إنسان مقلقل أي مضطرب والصلاحا هي اضطراب المخرج عند النطق بالحرف ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية فمثلا نقول هناك أحرف مثل حرف ت نقول ات لا يحدث أي اضطراب لكن عندما نقول اب اق اك اق اط هذه الأحرف يحدث فيها اضطراب طب ما سبب القلقلة ما سبب هذا الاضطراب اجتماع صفتي الجاهر والشدة الآن الجاهر بطبيعته تعريف الجاهر ومنع جريان النفس ما تعريف الشدة الشدة هي منع جريان الصوت الأحرف هذه أحرف القلقلة الأصل أن يمنع جريان النفس والأصل أن يمنع جريان الصوت طب عند امتناع جريان النفس وجريان الصوت ما الذي سيحصل لن يخرج الحرف إذن كيف سنفك عن الحرف حتى يخرج لن نستطيع أن نفك عن الحرف إلا بحركة كحركة القلقلة أن نقوم بتحرير الحرف من منع جريان النفس فيه ومنع جريان الصوت حروف القلقلة قطب جد يعني القاف الساكنة الطاء الساكنة الباء الساكنة الجين الساكنة الدال الساكنة إذا وجد أي حرف من هذه الحروف في أي كلمة من الكلمات بشرط أن تكون ساكنة يكون فيها قلقلة عندنا القلقلة نوعان كبرى وصغرى الصغرى هي إذا وجد حرف من هذه الحروف وكانت ساكنة لكن وين؟ في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة وصلا يعني كقولنا تعانى كقول الله تعالى عفوا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الدال الساكنة هنا جاءت في آخر الكلمة لكننا وصلنا بعدها كلمة لقد خلقنا كلمة خلقنا القاف ساكنة لكنها في وسط الكلمة فتكون هنا قلقلة صغرى ولقد خلقنا أيضا قلقلة صغرى إذا إذا جاءت في آخر الكلمة وجاء بعدها كلمة وصلنا بكلمة أو إذا جاءت في وسط الكلمة يكون حكمها أو حكمها قلقلة صغرى القلقلة الكبرى إذا كانت في نهاية الكلام ساكنة أو مشددة عندنا الكبرى نوعان قلقلة كبرى شديدة وقلقلة كبرى أشد القلقلة الكبرى الشديدة ما كانت على حرف ساكن مخفف يعني ليس فيه شدة أما الكبرى الأشد وهي كانت على حرف ساكن مشدد في آخر الكلمة الآن مثال على الكبرى الشديدة وتقطعت بهم الأسباب الآن كلمة الأسباب نحن وقفنا عليها بساكن هي فعليا الأسباب مضمومة لكن عند الوقف تصبح ساكنة إذا إذا وقفنا على ساكن في آخر الكلمة تصبح هنا قلقلة كبرى شديدة طيب لو كانت هي في أصلها عليها شدة ووقفنا عليها بساكن تصبح قلقلة كبرى أشد ككلمة الحق أو وتب وتبت يدها أبي لهب وإيه وتب تبت